وجود السيد الرئيس اليوم صباح اليوم في الإسماعيلية وافتتاح القرية الأولمبية بالإسماعيلية وأيضا وجوده بهيئة قناة السويس وذلك على هامش تفقده لمحافظة والهيئة بمحافظة الإسماعيلية القرية الأولمبية الحقيقة طبعا لهيئة قناة السويس بتحتوي على العديد من المنشآت الرياضية الهمة وأعتقد أن هي أيضا ستفيد أيضا في الكثير من الأشياء ومنها استاد هيئة قناة السويس الأولمبية الذي يعد أحدث المنشآت الرياضية بالقرية الأولمبية والذي صمم وفقا للإشتراطات الدولية الخاصة بالفيفا والاتحاد الإفريقي لكرة القدم وفي الصورة تشاهدون أيضا شهد الرئيس السيسي تتشين عدد من الوحدات البحرية الجديدة بهيئة قناة السويس وطلع سيادته على الموقف التنفيذي لتطوير القطاع الجنوبي للقناة يعني زي ما أنتم شايفين سيد الرئيس اليوم أيضا في حديثه وفي أيضا كلماته المختلفة ومدخلاته أعطى الأمل للمصريين وتحدث أيضا عن وضع الاقتصادي لمصر وتحدث أيضا عن الإنجازات وأعطى الأمل للمصريين بمنتهى الشفافية ماذا ما لدينا وما نقدمه وكيف سيكون أيضا خطوات الدولة أيضا وخطوات مصر في الفترة المقبلة بإذن الله